تحذير ليس بالغريب ولا بالجديد من نوعه هو موجهه صندوق النقد الدولي لحكومة عبد المهدي حيث بيّن فيه أن استمرارها في الإسراف المالي بشكله الحالي سيقضي على أي تقدم اقتصادي قد يحققه العراق في المستقبل ووفقاً لشبكة Public Finance International الاقتصادية فإن ميزانية العراق لعام 2019 ببنودها والقوانين التي تتضمنها تؤشر إلى أن ما ينتظر العراق اقتصادياً لا يبشر بخير بل وهناك تحديات خطيرة ستعجز الحكومة الحالية كالمعتاد عن مواجهتها مع وجود توقعات بزيادة الإنفاق العام بنسبة 25% سنوياً في ظل هذه السياسات الحكومية المالية المتعثرة وتضيف الشبكة أن هذا الخلل الاقتصادي الكبير ينعكس سلباً بصورة جلية على مجمع الأوضاع في البلاد سواء كانت الاجتماعية أو الصحية وكذلك التعليمية التي تزداد تدهوراً يوماً بعد آخر إضافة إلى تأخر عمليات إعادة الإعمار في المدن المدمرة من جراء الحروب وبالتأكيد لم تخفل الشبكة عن ربط أسباب هذا التدهور العام في الأوضاع بالضعف المؤسسات الواضح جداً للعيان في عراق ما بعد 2003 وكذلك ما قالت عنه العلاقات الجيوسياسية والإشارة هنا طبعاً إلى الهيمنة الإيرانية على مقدرات العراق ومصيره وفي ظل هذه المعادلة السائدة منذ احتلال العراق والتي لا حل لها على ما يبدو يبرز عامل الفساد المستشري في جميع المؤسسات الحكومية والمرتبط بكتل وأحزاب ميليشياوية تستغل هيمنتها على المشهد بأكمله لتفرض سيطرتها على اقتصاد البلاد من خلال أذرعها القابعة في مناصب مهمة والتي تمكنت من خلالها من إبرام صفقات وعقود مشبوهة بمليارات الدولارات لم تفلح جميع هيئات النزاهة المتعددة والتي تأسست بعد عام 2003 في أن تقضي على الفساد أو حتى محاسبة من تورط فيه ترجمة نانسي قنقر